بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول المسار العام وصلنا لختام هذا الفصل الدراسي الأول وسوف نستعلض معكم لأبرز الدروس وهو إثراء رقم ثلاثة فلنبدأ درسنا لهذا اليوم النظام الغذائي الصحي الفكرة الرئيسية يساعد النظام الغذائي الصحي على تلبية احتياجات الفرد من العناصر الغذائية الأساسية لتأدية مهام الحياة اليومية والوقاية من الأمراض نتحدث عن نظام غذائي صحي يساعد على احتياجاتك اليومية وهدفك إذن النظام الغذائي الصحي يجب أن يتكون من عدة عناصر غذائية سوف نقوم بتفصيلها لاحقا ويجب أن يكون لدى كل فرد معرفة وأهمية بقيمة العناصر الغذائية وأنها تكون متواجدة في جميع وجباته الغذائية وسوف تتعرف عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس عدة أهداف أولا أبين المقصود بالنظام الغذائي الصحي ثانيا أستنتج أهمية النظام الغذائي الصحي في المحافظة على الصحة ثالثا أحدد عناصر الغذاء الستة الأساسية وفوائدها وتصنيفها ومصادرها رابعا أحدد الحصص الموصى بها حسب المجموعات الغذائية وأقترح وجبة غذائية صحية متكاملة وأميز بين الأغذية من حيث حالة التصنيع وأتعرف على المكملات الغذائية ونبدأ بالنظام الغذائي الصحي هو يساعدك هذا النظام الغذائي الصحي على تلبية احتياجات الفرد من العناصر الغذائية الأساسية من خلال إنتاج الطاقة وتحفيز عملية النمو إصلاح أيضا الأنسجة التالفة وتنظيم التفاعلات الكيميو حيوية داخل الجسم الوقاية من سوء التغذية بأشكاله كافة فضلا عن الأمراض غير المعدية بما في ذلك مرض السكر وأمراض القلب والسكت الدماغية والسرطان الغذاء الصحي المتوازن هو الذي يحتوي على عناصر غذائية مختلفة من كل المجموعات الغذائية وبالقدر الكافي لإحتياجات الجسم الضرورية وهنا تختلف مكونات النظام الغذائي الصحي حسب الخصائص الفردية مثل العمر والنوع والنشاط البدني إذن إذا تحدثنا عن النظام الغذائي الصحي فيجب أن يتكون من مجموعة من العناصر هذه المجموعة تختلف من فرد لآخر حسب النوع وحسب العمر وحسب القدرات البدنية أيضا فيجب أن يتكون نظام الغذائي من مثال ذلك البروتينات، الكربوهايدرات، الدهون الصحية، الأملاح كل هذه العناصر يجب أن تتوافر في النظام الغذائي الصحي وأهمية هذا النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على الصحة مثال حضرت فتاة تبلغ من العمر 15 سنة إلى طبيبة مركز الرعاية الأولية في الحي وكانت تعاني من الخمول والتعب وبعدها انخضعت للتحاليل المخبرية نصحتها الطبيبة بضرورة مراجعة أخصائية التغذية لاحظوا معي هنا أخصائية التغذية شخص مختص في الغذاء لعمل نظام غذائي مناسب لحالتها بالرغم من أن الوزن كان طبيعيا ولا تعاني من أمراض ولكن نتائج التحاليل المخبرية كشفت عن وجود خلل في نسب بعض العناصر المهمة حيث كانت نسبة الكوليسترول عالية جدا مقارنة بعمرها وبعد مناقشة الأخصائية حول نظامها الغذائي اتضح أن الفتاة تتناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة بكثرة وهنا يفتقل نظامها الغذائي إلى التوازن في تناول وجبات غذائية صحية هنا أهمية النظام الغذائي الصحي ومثال ذلك هذه الفتاة أنها تأكل الوجبات ولكن فيه نقص في بعض الأشياء المهمة داخل الجسم وهذا بسبب تناول الوجبات السريعة فالوجبات السريعة تفتقر للعناصر الغذائية بأكملها فهنا يجب أن نتجه دائما إلى نظام غذاء صحي متكامل يحتوي كما ذكرنا لكم على الكربوهيدرات والبروتينات والأملاح والدهور الصحية لأنها جميعها موجودة بشكل صحيح في الغذاء فيجب أن تتوافر في جميع الأغذية الصحية العناصر الغذائية الأساسية مهمة لنمو الجسم كما أنها ضرورية للمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض في حال تم استهلاكها بشكل متوازن وتنقسم إلى ستة أنمواء رئيسية الكربوهيدرات والفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات والدهون والماء كما هي موضحة في الجدول إذن العناصر الغذائية مكونة من الكربوهيدرات الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات والدهون والماء وهذه موجودة في هذا الجدول الذي تشاهدونه أمامكم العنصر الغذائي وفوائده وتصنيفه والمصادر هنا الكربوهيدرات هذا العنصر الغذائي والفوائد المصادر أو المصدر الرئيسي للاستعرات الحرارية في الجسم وتستخدم أيضا لتوفير الطاقة داخل الجسم تساعد على تنظيم الدهون وتساعد على إصلاح الخلايا تصنف أنها سريعة الامتصاص في الجسم مصدرها يكون من السكريات الفركتوز والجلوكوز أو الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والألبان وتصنيف أيضا الكربوهيدرات المعقدة يحتاج الجسم إلى تكسيرها ليتم امتصاصها إذن هنا كربوهيدرات معقدة وهنا بسيطة مصادر الكربوهيدرات أو من المصادر أيضا النشويات والألياف مثل المكسرات والبطاطس والبقوليات ثم بعد ذلك العنصر الثاني وهو الفيتامينات يساعد على المحافظة على صحة الجسم وبناء خلايا جديدة وتصنيفه فيتامينات ذائبة في الدهون وهي فيتامينات ألف ودال وها وكاف أيضا من التصنيفات فيتامينات ذائبة في الماء إذن لدينا هنا في الماء وهنا في الدهون مجموعة من فيتامينات بي وفيتامينات سي نأتي لمصادرها مصادر فيتامين ألف الجزر والخضروات الخضراء فيتامين دال الحليب والبيض وفيتامين ه زبدة الفول السوداني واللوز وفيتامين ك الملفوف والقران إذن هذه المصادر موجودة في الفيتامينات أيضا من الفيتامينات الذائبة في الماء هنا أو فيتامين باء الأسماك والدجاج وفيتامين سي البرتقال والفراولة إذن هذه التصنيفات للعنصر الكربوهيدرات والفيتامينات ننتقل بعد ذلك لعنصر غذاء مهم وهو الأملاح المعدنية وهي تساعد على تكوين العظام وخلايا الدم الجديدة وعمل العضلات والجهاز العصبي تصنيفها عناصر معدنية كبرى ومنها الكاليسيوم والماغنسيوم أيضا من التصنيفات العناصر المعدنية الصغرى ومنها الحديد والزنك مصادر الأملاح المعدنية الكاليسيوم والماغنسيوم والحديد والزنك الكاليسيوم يوجد في الحليب ومشتقاته والماغنسيوم أيضا يوجد في الخضروات الورقية والمكسرات والحديد يوجد في السبانخ والطماطم والعدس والزنك يوجد في الفاصولية لنتقل للعنصر الذي يليه وهو البروتينات وهي تساعد على بناء وإصلاح وحفظ أنسجة العضلات إذن مهمة البروتينات أنها تساعد على إصلاح وحفظ العضلات والأعضاء الداخلية والجلد مصدر آخر أيضا للطاقة في الوجبة الغذائية مع الكربوهايدرات تصنيفه تتكون البروتينات من الأحماض الأمينية هناك 20 حمضا أمينيا يتم منها 12 تصنع في الجسم بينما 8 يحصل عليها من الغذاء ومصادر البروتينات لدينا مصدرين المصادر الحيوانية والمصادر النباتية الحيوانية توجد في الحليب واللحوم والمصادر النباتية في البقوليات والأرز العنصر الذي يليه هو الدهون وهي مهمة جدا عندما نتحدث عن الدهون الغير مشبعة وهي الدهون الصحية لدينا هنا الدهون المشبعة تعرف بالدهون الضارة لأن كثرة استهلاكها مرتبطة بارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والدهون المتحولة تعد أخطر أنواع الدهون وتتكون نتيجة تعرض الزيوت السائلة لغاز الهيدروجين وتسمى هذه العملية بالهيدراجة نأتي لأهم جزء في هذه الدهون وهو الدهون غير المشبعة تعد من أفضل الدهون لأنها تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لدورها في تقليل مستوى الكوليسترول الضار ورفع مستوى الكوليسترول النافع ومصادر الدهون لدينا مصادر أيضا نباتية وحيوانية النباتية مثل زيت الزيتون وزيت دوار الشمس والمصادر الحيوانية توجد في الأسماك هذا بما يخص الدهون الغير مشبعة نأتي للدهون المشبعة وهي يوجد بها ضرر مرتفع وتوجد في الدهون الحيوانية مثل الشحوم والسمن والوجبات السريعة مثل قطع الدجاج المقلية والدهون المتحولة وهي أخطر أنواع الدهون دهون متحولة مشبعة ودهون مهدرجة جزئيا مثل السمن النباتي والزيوت المهدرجة إذن هذه العناصر الغذائية المتواجدة في الغذاء يجب أن تكون متواجدة بشكل أساسي في جميع الوجبات الغذائية يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والأملاح والفيتامينات والدهون فهنا عندما نتحدث عن الدهون نأخذ الدهون الغير مشبعة وهي الدهون النافعة ويجب أن نبتعد عن الدهون المشبعة والدهون المتحولة لأنها تعتبر من أخطر وأشد نواع الدهون نأتي بعد ذلك الماء يتكون جسم الإنسان من 55% إلى 75% من الماء ويحافظ على درجة حرارة الجسم ويقوم بترطيب المفاصل والعمل كمخفف ضغط عليها أيضا يحمل نخاع الشوكي والأجهزة الأخرى الحساسة يساعد على عملية الهضم ويمتص الغذاء إذن ينصح بشرب ثمان أكواب على الأقل من الماء يوميا إعداد وجبة غذائية صحية مما تعلمت سابقا هناك خمس مجموعات أساسية للغذاء ذكرناها لكم حيث أنها تتوافر في كل مجموعة العناصر الغذائية المهمة للجسم وهي مجموعة الحبوب ومنتجاتها مجموعة الخضروات والفواكه مجموعة البروتين مجموعة الحليب ومشتقاته والدهون لكي تكون الوجبة الغذائية صحية ومتوازنة ينبغي أن تشتمل على حصة غذائية من كل المجموعات الغذائية الأساسية فالحصة الغذائية كمية محددة ومحسوبة من الغذاء ويتم قياسها بالكوب أو القرامات أو القطعة أو الشريحة حسب نوع الغذاء وطبيعته وبما يتناسب مع العمر والنوع والنشاط البدني اليومي إعداد الوجبة الغذائية الصحية يجب أن يتكون كما ذكرنا لكم من هذه العناصر الغذائية لكن يجب أن تكون بشكل متوازن وتحسب من خلال الأوزان الموجودة كما تشاهدون هنا بالقرامات أو بالقطعة فيجب أن لا يتعدى احتياج الفرد اليومي أو حسب ما أنت مخطط له من هدف لك هل تريد بناء عضلات أو زيادة وزن أو تخفيف الوزن أنواع الأغذية أغذية طبيعية أغذية مصنعة جزئيا أغذية فائقة التصنيع الأغذية الطبيعية هي الأغذية الموجودة في الحالة الطبيعية بدون تدخل بشري ولا تزال تحتفظ بعناصرها من الفيتامينات والمعادن والألياف سليمة وهي بذلك تعد أغذية ذات قيمة عالية مثال مثل الخضروات الفواكه والطحين الكامل واللحوم الطازجة الأغذية المصنعة جزئيا هي الأغذية التي تغيرت عن حالتها الطبيعية بطريقة ما أثناء تصنيع الطعام كالطبخ أو التعليب أو التجميد أو التجهيف وتعد هذه الأغذية مفيدة ولها قيمة غذائية مثال على الأغذية المصنعة جزئيا منتجات الحليب ومشتقاته زبدة الفول السيداني دقيق الشفان الفواكه المجففة الخضروات المجمدة بودرة القهوة وعصائر الفاكهة الطازجة الأغذية فائقة للتصنيع هي الأغذية المعدة من مكونات مشتقة مستخرجة من الأغذية وتحتوي على كميات كثيرة من المواد الكيميائية مثل المشروبات الغازية والشربات المعبئة قطع الدجاج النقانق ومشروبات الطاقة المكملات الغذائية تعرف المكملات الغذائية بأنها عناصر غذائية مصنعة تحاكي تأثير العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة الطبيعية ويمكن أخذها لتعويض النقص بالجسم عند الضرورة تنبيه هنا لا تحتاج أن تستهلك مكملات غذائية ما دم تتمتع بصحة جيدة إذن هذا التنبيه هو يختص بالمكملات الغذائية أنه يجب أن لا تحصل على المكملات الغذائية إلا عندما تحتاج وباستشارة الطبيب المختص لتعويض النقص الحاصل الحالات الصحية لتناول المكملات الغذائية الأشخاص فوق الخمسين سنة النساء الحوامل والمرضعات الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي صعوبة الحصول على العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي من أمثلة المكملات الغذائية لدينا فيتامين ألف فيتامين سي فيتامين دال حمض الفوليك الحديد الزينك مكملات أوميغا 3 مكملات البروتين إذن هذه أمامكم على الشهادة جميع أمثلة المكملات الغذائية تنبيه تناول المكملات الغذائية وعدم الالتزام بالتعليمات المدونة على عبوة المستحضر أو إلى إرشادات الطبيب المختص يعرض الشخص إلى الإصابة بالمشاكل الصحية من أهمها مشاكل في الكبد والكلاء لذا من المهم استشارة الطبيب كما ذكرنا لكم سابقا إذن في نهاية هذا الدرس ماذا تعلمت؟ أن الغذاء الصحي المتوازن هو الذي يحتوي على عناصر غذائية مختلفة وتنقسم العناصر الغذائية الأساسية إلى ستة أنواع كربوهيدرات وفيتامينات وأملاح معدنية وبروتينات ودهون والماء ولكي تكون الوجبة الغذائية صحية يجب أن تشتمل على جميع هذه الحصص وتتميز الأغذية الطبيعية وتتميز الأغذية الطبيعية بأن لها قيمة غذائية عالية على العكس من الأغذية فائقة التصنيع والمكملات الغذائية تؤخذ لتعويض النقص لبعض العناصر الغذائية وليست بديل توجد أنواع متعددة من المكملات الغذائية فيتامينات معادل مكملات أوميغا ثري مكملات البروتين ويجب استخدامها وفق التعليمات المضحة على المستحضر أو الطبيب المختص نشاط منزلي عزيزي الطالب والطالبة ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية مع تصحيح الخطأ الموجد ثم اعرض إجاباتك على معلمك في المدرسة ختاما عزيزي الطالب والطالبة شكرا لكم على حسن استماعكم في درسنا لهذا اليوم وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته